هذا وأقيمت في العاصمة المؤقتة عدن بطولة لألعاب القوى لفئة الشباب بمشاركة عدد من الفرق الرياضية وتوج فريق شباب المنصورة بطلاً فيما حل فريق الجلاء ثانياً وفريق الشرارة من محافظة لحج في المركز الثالث وأقيمت البطولة على مضمار العولق في استاد عدن الدولي ضمن برنامج عدن الرياضي الثاني والذي يشمل ثمانية عشر بطولة رياضية حتى مارس المقبل